انابى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس امناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري لافتتاح مهرجان البحرين السنوي للتراث بنسخته التاسعة والعشرين بعنوان العادات الرمضانية وذلك مساء اليوم بسوق البراحة في محافظة المحرق بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الثقافي في مملكة البحرين وبهذه المناسبة اكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة ان مملكة البحرين لها عمقها التاريخي والثقافي وتزخر بارث حضاري غني ما اسهم في ترسيخ هويتها على مر العصور واكسبها مكانتها على خارطة العالم الثقافية والتراثية مشيرا الى ما يحظى به قطاع الثقافة والاثار من رعاية واهتمام في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله واعرب سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة عن تشرفه بافتتاح المهرجان في نسخته التاسعة والعشرين نيابة عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مؤكدا ان جلالته والراعي الاول لتاريخ وهوية مملكة البحرين وقائد مسيرتها المباركة وان رعايته المتواصلة حفظه الله ورعاه لمهرجان البحرين السنوي للتراث تأتي لتعكس همية حفظ وصون المخزون التراثي والثقافي للبحرين وضرورة ابراز الموروث الشعبي بجهود كافة ابناء الوطن من خلال الحفاظ عليه وتناقله وتوارثه عبر الاجيال وقال سموه انه لا يبعث على البهجة والاعتزاز ان يبرز مهرجان هذا العام يبرز جانبا مضيئا من تراث البحرين فيما يتعلق بالعادات والتقاليد الرمضانية البحرينية وهو ما يتم الحرص بكل فخر على توريثه للاجيال جيلا بعد جيل لما يحمله شهر الفضيل من روحانية خاصة كرسها الاذاء والاجداد في نفوس الجميع ما يتوجب مواصلة الحفاظ عليها لتمتد في المستقبل جزءا اصيلا من تاريخ الوطن معربا عن شكره في هذا الصدد للقائمين على المهرجان وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح من جهته اكد الشيخ خليفة بن احمد بن عبدالله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والاثار ان دعم حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الدائم للحراك الثقافي في المملكة يشكل الاساس لكفة المنجزات الحضارية التي تسعى هيئة الثقافة الى تحقيقها ومن بينها حفظ وصون وترويج التراث الثقافي لمملكة البحرين مشيرا الى ان قطاع الثقافة والاثار يحظى بالمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ما اسهم في تحقيق العديد من الاهداف الموضوعة لهذا القطاع الحيوي الام ضمن المسيرة التنموية الشاملة للمملكة معربا عن الشكر الجزيل والتقدير لسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة لافتتاحه نيابة عن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مهرجان التراث بنسخته التاسعة والعشرين وما ابداه سموه من حرص على الاطلاع على مختلف فعاليات المهرجان اشتركوا في القناة